بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اهلا بكم في حلقة بداية الاسبوع التاسع من ديسمبر 2019 الثاني عشر من ربيع الاخر 1441 هجرية طابط اوقاتكم بكل خير ندرى النهضة شوية عنوين تمنى ان احنا نلحق نتكلم فيهم لكن يعني حسب الوقت بقى ربنا سهلها الانوان الاولاني احزان مصر حقيقة في احزان كتيرة في مصر يمكن لعل احداثها طبعا هو وفاة العالم الصامد المحتسب الشيخ آآ فوزي آآ السعيد علي رحمة الله و احزان اخرى هنعرض لها في وقتها وفيه موضوع عاوز اكلمكم فيه كده من باب تعالي تلما يكون عندك نص معلومة دايما اقول لك كون عندي معلومة بقول لك نص معلومة ما الذي يحدث بين رفاق الدرب في الانقلاب اللي بيحصل يعني هي الدنيا تمام بالنسبة لهم ولا فيه مشاكل والمشاكل دي هتتطور طبعا سيقول قائل وإحنا ايش علينا من المشاكل يا خوي ما احنا نصلح صفنا احنا الاول معك حق بس لازم اقول لازم اقول والاستاذ عصاب شرب بيبشركم بالخير الديمقراطية واصلاح السياسي هيكون سنة عشرين خمسين قل لا اله الا الله وزير مالية انقلاب بيقول لك الجنيه يعلو ولا يعلق عليه بيقى في المرتبة التانية خمسة وخمسة عشان الحسب لانه موما تحسد وعبعيل بيقول لك لأ مين اللي قال ان اتفاق تركيا مع ليبيا ما بيدرش مصالحنا فقالوله سامح اسمه سامح شكري سامح شكري قال لا بيدر مصالح انا عندي الورقة مكتوب فيها بيدر يبقى بيدر وطعفش بقى من الصح من وزير الخارجية سامح ولا عبعيل وشركة كليكس كليكس يعني ضربات مصرية شركة مستحوزة على الاهراء على اليوم السابع وعلى صوت الامة وغيرها بتستحوز على مؤسسة الاهراء وصواتي ياللي منتش غرمانة خالد صلاح بيقول لك دي مش شركتي ولا بتاعتي ولا بتاعتي عيالي دي شركة بتملكها مؤسسة وطنية محترمة ايه اسم المؤسسة قال لك مقدرش اجيب اسمها لان اسمها عورة طب ما تقول لنا اسمها ايه اسمها جيش اسمها مخابرات اسمها امن وطني قل لنا لا ده سر بعدين ربنا هيطلقنا عليه والكيان السهيوني بيدرب ميليشيات حفتر ده كلام طبيعي وعادي كتا يعني ايه يعني ما الكيان السهيوني بيدرب ميليشيات السيسي عندنا في مصر في سينة وبيساعدهم في البتاع وفي المصالحة الخالجية الكلام رايح جاي الكلام رايح جاي هتم ولا مش هتم الشيخ تميم صرح بانه في الغالب مش الخامة الخالجية بس فيه كلام كتير انه المصالحة جاية هل معناها عدم حضوره انه المصالح مش هتم ولا المصالحة شغالة وبيشطابوا فيها وفنشوا فيها هيطلعوا بانه واجه على رأي الجماعة الخالجيين باي ويهق اموما فاصل ونرجع لحضراتكم اهلا بكم الشيخ فوزي السعيد في ذمة الله سبحانه وتعالى رحل هذا الرجل الصامد المحتسب الذي عبر بضمير عن الحركة السلفية في مصر طيار السلفية لانه حصل حقيقة خلط كبير جدا ما بين السلفية وما بين السلفية الامنية وهذا تعبير انا اذكر اني قلته اه في زمن يمكن من 13 سنة كنت في محاضرة في شبرة وقلت ان احنا عندنا سلفية امنية هزا السلفية الامنية موجودة في السعودية وهناك ناس من الامن بيشتغلوا في مشاخة في الدعوة يعني وبيبقى ظابط مقدم وعقيد وبيوصل للطبة شيخ طويل بدأني كده بس هو بيبقى عقيد ولوى يعني وبعدين عرفنا ان في حاجة اسمها الجامية اللي هو مجموعة الشيوخ الامناجية اللي مع الحاكم سواء زنى بامك او امه او اختلى بخوك هو مع الحاكم وخلاص مانوش دعوة هو مع الحاكم وخلاص شيخ فوزي وقف قدام القضاء ازا كان في البلد دي قضاء ايام مبارك حبس وايام السيسي زي ما انت شايف صورته كده شامخ صامد محتسب اظن ده في النيابة وجنبه الاستاذ مجدي احمد حسين واظنه دوت الاستاذ مجدي ارقل ولا انا غلطان ولا ده حد تاني توفاه الله في السجن مش فاكر لكن على اي حال الشيخ فوزي السعيد علي رحمة الله صمد وقال للقلاب انت قلاب في عينك وابرهامي وحزب النور مزورين وخوانة ليه لانه الراجل اللي يعرف ربنا ما بيقولش غير الحقيقة وبينطق بيها وبيصدع بيها قال السلف كانوا رجالة لكانوا عره ولا كانوا خوانة ولا كانوا عمله ورأيتم الاتجاه المسمى بالاتجاه السلفي ايه الاتجاه السلفي وحزب يسمى حزب النور السلفي السلف كانوا رجالة لكانوا عره ولا كانوا خوانة ولا كانوا نسوان السلف كانوا رجالة وما كانواش غملاء لأحد ابدا لكن انتشر عند الناس وبعدين مشاك ختانين بقى لهم عاملين مبادرة شيء مخزي ومخجل جدا كأنهم لا يعرفون شيء في الدين كشف الله هؤلاء كلهم بقى لهم عشرات السلين يحصلون دنيا من الدنيا المال والوجاهة والصيط والشهرة والسمعة والعلامة فلان والشيخ فلان وابو فلان وعايشين الدور كأنهم علماء سلف يعني والسلف ما كانوش عره السلف ما كانوش خوانه شيوخ ايه دول اللي ما يعرفوش حاجة في مسألة الطغوت دول الناس الحقيقة وهو ثالث ثلاثة مع الشيخ نشأت ومع الشيخ الدكتور محمد عبد المقصود وانا شفت ذا في شبرة وعشت السلفية وعشت الناس اهل السنة وشفت طيارات كثيرة وسمحت عن الشيخ والأسف لم يعني لم أحضر له شيء لكن ما بعد الانقلاب ذا عصيته وارتفع اسمه وعلى في السماء نجمه لأنه قرر أن يقف مع الحق بغض النظر عما يكون في الجبهة الأخرى حبيب أخ طيار هو وقف مع الحق ولذلك كانت جانازاته عظيمة وكان البكاء عليه حارا ومن القلب وهكذا تفقد الأمة عالما عاملا إنه عندنا ناس كلمانجية كتير زي ما أنتم سمعتوا منه هو أبو فلان والشيخ فلان وهؤلاء المشايخ العرر على حد وصف المرحوم الشيخ آآ فوزي هؤلاء العرر لم يتمعر وجههم يعني يتغير لون وجههم لما منعوا المراقبة إنها هتمسك مركز مش عارف إيه فأنت مثلا مثلا يعني ما سمعتش الشيخ حمقه مثلا اللي هو اللي كان طالع دلوقتي اللي هو كان طالع في الصورة برهامي مثلا يقول يا الله حق حق هذه المرأة أن تكون مديرة ليه لأنه لا يؤمن أصلا بأن هذه المرأة لا حق أصلا لا برهامي ولا ترهامي ولا برهوت ولا حتحوت ولا الناس دي كلها بيؤمنوا بأن المرأة ممكن إنها تعمل وتفكر لا لا هذا كيان ربنا خلقه عشان يكمل الأربعة بيهم بيؤمنوش بك أن ده والله لا يؤمنوا بعضهم كان يحتجز النساء في بيوته يطلقها ويخليها في البيت عنده عشان ما بقاش عنده خمسة والله بس يقول لها أنت ما بلمسهاش الحق يعني بس يقول لها ممكن نطلق واحدة وابدل تاني يعني إيه اللي أنا ما أنكيحه من النساء ما حدش أنكيحه تاني لما ليه دول دول الجدعان قوي دول بقى اللي بيختفين دي راقت اللي تقولهم دي ما هيش من الدين ده زيها زي أي حاجة تانية بتتلبس عيرة للأسف مات شايخ من شيوخ الحق والذين صدعوا بالحق وخرج الناس في جنازاته كما شاهدنا ورأينا عليه رحمة الله وعلى كل عالم صالح وعابد صالح الرحمة شوف ابتسمته وشكله وجماله الله يرحمه الصورة دي حلوة أوه عجباني نسأل الله أن يلقى الله مبتسما ضاحكا وهو يرى الجنة أمام عينيه نسأل الله أن يدخله فسيحة جنازاته أنا بحب الناس دي اللي عندها دين خلي بالك بس فيه ناس عندها دين وفيه ناس عندها بكش ده طبيعي فطري جميل طلعني من الشاشة وحطه على الشاشة بجد والله شيء جميل شيء جميل الله عليك كبر بقى الصورة يا أستاذ خلي الناس تشوفوا الوجوه النيرة دي العظيمة دي سأفتقدناه لكن ستبقى ذكرها الحزن في مصر كتير الحزن في مصر كتير ومصر ما بتكتفيش بالحزان أبدا طلقت انبالح أو النهضة لا قدري زوجة الدكتور شادي غزالي حرب بتشكو أحزنها على جزها جزها الدكتور شادي غزالي حرب عمه الدكتور أسامة غزالي حرب أبو الدكتور غزالي حرب شادي من شباب الثورة خرج على المبارك ووقف ضد الرئيس مرسي ووقف مع تلاتين يونيو وإلى آخره لم أنا لا أتحدث عن السياسة هنا تحدث عن بن أدمين هنتخرج هذه المرأة لتتحدث بحزن وألم ده نظام كافر ابن ستين كافر نظام بائس لن يرى خيرا أبدا مش هيشوفه والله صدقني أنا عبد غلبان مش هقولك أنا متصل ولا حاجة زي الرجل السيسي ده لكن آلام المرأة دي اللي بيقولك بحترم المرأة آي وبيحب المرأة ورجعت لحقوقها وبعمل اسمها الستة دي هو بتتكلم وقس على ذلك عشرات مئات الآلاف من أمهات ثاكلة أو أزواجهم مختفين أو ولادهم مختفين أو في السجون هذه حالة من بين حوالي ستين ألف حالة تخيل أن الدنيا هتفضل ماشية كده ومين متخيل أو شايف أن الموضوع سهل أو هزور أنا عايز أقول لكم حاجة بسيطة خالص أن أنتوا بتدمروا مصاير أسر وزوجات ومهات وأطفال منهم مش أي زنب في الدنيا دي لأنهم أحبوا البلد دي أنا أولادي هم اللي بخلينا عادين هنا عشان أحبوا البلد تحرقون عشين بره أولادي مش أي حد تاني أولادي اللي تحرمنهم من أبوهم بدون أي سبب مين اللي متخيل أن الحياة تستمر كده مين اللي كتب علينا العيشة دي مين متخيل أن الدنيا تستقم له أنت فاكر أنه أحد شعرف يوصلك لأ ربنا فوق لو إحنا كلنا سكتين ربنا فوق ودعوتنا وكل قلب محروق والله كل دمعة نزلت من كل واحد فينا زوجة أو أم أو ابن أو ابن أو معتاقة المرمي على الأرض في الجو اللي إحنا فيه ده اللي هتدفعوا ثمنه واحد واحد كل ما نشترك في هذه الجريمة اللي هيدفع الثمن جريمة تجريف البلد وبيعها وتجوعها وتجهلها وامراضها وإفقارها لكل مئة ألف معتقل كل واحد جوه على الأقل يؤثر في مئة بني آدم برة اضربوا مئة ألف في مية إنتوا عايزين توصلونا لإيه ألم واجع مفيش كلام هذا ألم وواجع كبير تعبر عنه طبيبة زوجة طبيب عم جزة أستاذ ومنظر اللي مبارك والولاد مبارك واحد من لعم عشاد بالسيسي وطلع هو الآخر اتكلم عن ابن أخوه يعني في عشرات الآلاف من النساء مثل هذه المرأة التي تستصرخ ضمير من بقي عنده ضمير وتبكي على حال وطن تقول لك اللي مقعدنا في البلد دي ولدنا والحقيقة دي هي كده اللي مقعدنا واللي مقعد الناس في البلد دي هو أزام الطرم زي ما كانت دايما أمي الله يلحمها بتقول كلما يعني أخدها الشغل لأن احنا عايشين في عام الحزن ومش كفاية حزن في مصر ست أم المهندس أحمد بدوي المعتقل من يوم 22 إبريل على سيرة الاستفتاء قال لأ قالوا له اطلع اقول يا أحمد لأ عمر قديب قال له اطلع يا أحمد قول لأ يا عالم قوله لأ طلع أحمد قال لأ مسكوا أحمد وعكشوه ودخلوه السجن وما زال مسجون بالرغم أنه مارس حقه في التعبير عن رأيه ده أنا برد عن راجل بتاع وزير شؤون البرلمانية اللي خان الصورة الراجل ده بيقول لك الفول ما عند ناسه جناء رائي وهناك ما الحر على العنف أظن ده ما حردش على العنف ولا شادي حرد على العنف بس الراجل ده اللي ربنا مش هيباركله لا في حياته ولا بعد ما ماته الظالم ده اللي هو من زمرة السيسي وإن شاء الله يتحشر معاه بيقول لك وعندناش ولا سجيل رائي ولا حد خلص ولا عندنا مختفين قصريا بالمناسبة بالمناسبة ما عندناش قصريا بالأبد الحمد لله الحمد لله ولا علاء زبع مختفى قصريا ولا حاجة هناك أسر تدعي لكنهم منضمون لداعش بس أسر أبنائهم إيه مثلا علاء زبع أخويا عنده كم ستة خمسين سنة ولا خمسة خمسين سنة يعني يعني مش هاي الصغير اللي يعرف لا داعش ولا ناعش هل ده مش مختفى قصريا مش هتطلعوا بكرة في قضية وتقولوا ده كان في قضية وكان مع تنظيم مش عارف ايه ما هتعملوا كده بس ملوش زنب لا ده ولا عشرات الآلاف زيه خلي بالكو الحزن اللي انتو بتنشروه في مصر دي الحزن اللي انتو بتنشروه في المنطقة دي انتو والسعودية والإمارات حزن مؤقت لإنه هيجي بعد منه فرح وفرج كبير جدا من ربنا السيدة محمد أم المهندس أحمد بلوي طلعها هي الأخرى تبكي في جنازة مصر تفضل السيدة يوم اتنين وعشرين واربعة ده كان يوم أسود في حياتي يوم ما أحمد اتقبض عليه عشان كلمة لا هو اللي يقول كلمة لا يتقبض عليه ما ناس كتيرة قالت لا بس جوه السندين أحمد نزل بكرتونة الشبسي وكان يومها بيقول ينزل يا ماما قولي آه أو لا لإن اللي هم طالبين وإن الناس تعبر عن رأيها ده استفتاء يا ماما أنا هوصل صوتي وهعلنه إن أنا بقول لا مش عشان خاطر حاجة راح أحمد يعيني صدق عمر قديم وقال لا قالوله لا أتلقك وهدي أم بتبكي شابة بتبكي زوجها أو زوجة بتبكي زوجها وأم بتبكي ابنها وأم تانية بتبكي زوجها والدنيا بلخبطة وحزن حزن كمان ناس اللي بيموتوا في سينة ولا حد له عنده ولا ولا لهم تمن عندكم أبدا 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 خلي بالك فيه عساكن فيه خلاف هو العسكر ده رايح بمزاجه ولا رايح يغزب عنه بيموت بيموت ليه لإنه الزابط لازم يعيش والعسكر لازم يموت ونفس الشيء ثلاثة أعدمه أعدمه تم تنفيذ حكم الإعدام فيه وقال لك واحد بتاع سفارة النيجر واحد بتاع الحلوان واحد بتاع كنيسة مش عارف إيه كل دول تحت التعذيب وتم التنفيذ فيه بقينا نتكلم بالألاف 1500 حكم إعدام من 2013 حتى اليوم واحد في سفارة النيجر واحد ولاية سينة ومعني يقول لك انتوا بتدفعوا عنهم دل قتله يا عم اعمل محاكمة عادلة ولو ثبت النقاط لقدمه انت معندكش نظام قضائي أصلا انتوا ندمرتم الدنيا دخلتم أمن الدولة في كل حاجة في الأوقاف موجودة أمن الدولة في الدخلية موجودة في العدل موجودة والزباط دخلوا في كل حاجة مش بقى دولة الزباط ده بقى دولة الزباط والعساكل والحزن مزال مستمر لإنه الدم مزال مستمر مستمر في مصر في كل مكان في كل مكان مفيش حاجة النهاردة بيقولك برضو واحد نمع نفسه في القط ولا واحد وقع من القط والتاني وقع مش عارف منين ومنين بلد مفيش فيها أخبار حلوة مفيش حاجة تصر يقولك الأستاذ بدر محمد بدر اللي معتقل بقاله كم سنة خد إخلاق سبيل خدوه من الإخلاق سبيل بتاعه خفوه قصريا فين وزوجته الأستاذ عز الجرف عن ما لا تتكلم عنه وتقول هو راح فين طيب كنت واخدينه وسجنينه لا عارفة تشوفه ولا تروح له ولا تجينه ولا أولاده ولا حد عارف حاجة عن الناس النهاردة بيقولك إخلاق سبيل الأستاذ محمد القصص نائب رئيس حزب مصر القوي يا رب يكون خرجوا راح بيته نتمنى طبعا لأنه تسجن اتنين وقشين شهر بدون ذنب يا طرق محمد روحت بيتك ولا لسه ربنا يفرج عليك وعن كل المسجونين يا رب كل المسجونين ولا واحد يبقى ببيته وسمعت الخبر كويس إن الأستاذ محمد العمدة النائب المحترم روح بيته أتمنى يكون الخبر صحيح ويكون في بيته ويكون قاعد بيسمعني دلوقتي عشان نقوله الحمد الله على السلام ده الحزن اللي في مصر للأسف للأسف ومش تلاقي حاجة حلوة أقولها لك عاوز أقولك حاجة حلوة نفسي أقولك حاجة جميلة بس أهو خلينا لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يجعل لنا مخرجة فاصل ونكمل مع حضراتكم احنا سراعنا ونضلنا زي ما قلت حضرتك في أصله سراع هاوية والهوية بتاعتنا هي هوية عظيمة جداً آخرها آخر طبقة فيها طبقة الهوية الإسلامية اللي صبغت المجتمع عبر مئات السنين منذ دخول عمر ابن العاص رضي الله عنه وفتحه لمصر وللمنطقة كلها ده عندك من الجزيرة العربية وانت طال على الأراء والشام واليمن وما وراء النهرين وثم فتح إفريقية وفتح الأندلس وفتح شمال إفريقيا يعني المنطقة دي فيها تاريخ إسلامي كبير وهذا التاريخ الإسلامي جي في وقت الأوقات كان متمثل جزء من من فتحات الدولة دولة الخلافة وما بعدها ثم جزء من الخلافة العثمانية حقيقة أنه دولة الخلافة سببت في إزعاج كبير جداً للغرب هذا الإزعاج كان دايماً بيطردهم لأنه إزاي المسلمين يكونوا كتلة واحدة أمام أوروبا وأوروبا كانت ممزقة ومتخلفة أنا شاهدت على جزء شاهدت بعيني وروحت وشفت جزء من صراع الكنيسة ضد الإسلام في أوروبا وضد الخلافة العثمانية وأنا حكيت لك قصة في اليونان مثلاً بيعتبروا أن المسلم اسمه تركي يعني ما بيقولوش عليه مسلمان بيسموه ترك وزاي كان هناك دائماً توق وشوق للكنيسة إنها تطلع قادة من عندها وتدعمهم علشان يغزوا منطقتنا وتم غزوا منطقتنا على مدار أزمنا وتم محاولة تغيير هويتنا وما زالت هذه المحاولة كنت دائماً بيقول لحدناك إن فيه فيديو كان نفسي أعرضهولك وأعرضهولك عن كلام السيسي لأول وفد زاره من معهد وسط منستر الانستيتيوت وكنت بقولك فيه إن السيسي وعد هؤلاء بالتخلص من العناصر الرافضة للانقلاب من داخل الجيش المصري وربنا رزقني بالفيديو وتلقيناه على صفحة خالد سعيد والكلام كان إزاي الغرب ده توحد لدعم السيسي والغرب اللي احنا هنشوفه ماهوش غرب بس مسيحي أو يهودي إنما كان متحركاً بأوامر وتوصيات يهودية صوفينية فأول وفد زار السيسي كان في سبتمبر 2013 والوافد ده كان مكون من الليوتننت كولينيل ريك فرانكونا ودوة زابط مخابرات متقاعد سابق والماجر جنرال بول فاليلي ودوة نائب رئيس القائد العام نائب القائد العام للجيش الأمريكي والكولينيل كين ألارد ودوة كان زابط جيش متقاعد وعميد سابق لكلية الحرب الوطنية في أمريكا ولوطننت كولينيل بيل كوان وهو متقاعد وهو محلل في قناة فوكس نيوز ومتخصص في كفحة الإرهاب وفي الأمن القومي وفي حاجات كثيرة من هذا الأربعة دول زاروا مصر الحقيقة زاروا مصر في 13 وكان هموم الأكبر إزاي إنه مصر حسب المقدمة اللي موجودة في تفريغ الشريط والشريط يجي ساعة إزاي إنه مصر ما يبقاش فيها طيار إسلامي ده دول زباط ما بقولكش كنيسة ولا حاجة وإنه إزاي يتم خلع الإخوان المسلمين ودي حاجة كويسة جدا إنه نخلع الإخوان المسلمين عفتاح السيسي وقتها قال لهم ده أنا لسه لسه أصبروا علي قال لهم حاجتين قال لهم بالنسبة لسينة هديكوا شايفين الوضع هذا أنا هديته الوضع طبعا 13 يعني المفروض 19 وضع يكون إيه زي الفل حاجة تانية اللي بشرهم بيها وأنا لما بقرأ هذا الكلام وتفريغ المؤتمر الصحفي اللي عملوه هناك لما رجعوا كانوا عاملون مؤتمر صحفي في أحد أظن عملوه في في الصحافة الوطني الأمريكي وعملوه يوم 1 أكتوبر يعني بعد ستمبر أكتوبر بعد شهر من رجوحهم بقول لهم ازبروا علي دوني وقت شوية وأنا هتهلقوا الجيش من الإخوان المسلمين وباع عليهم هذا الكلام طلع أن التطهير مش من الإخوان تطهير الجيش تم من أي قيادة لها علاقة بالإسلام بالإسلام على المطلق مفيش حاجة اسمها واحد يبان عليه التزام ديني هي دي القصة والحج أنه مصر هتقع في إيد الإسلاميين وهتبقى خلافة وهو قال كده والجدع اللي كان قبل كده نبيل فاهمي قال كده احنا وقفنا ضد مشروع الخلافة وقال انهم يعود 40 سنة و100 سنة و500 سنة وهو جي قاعد هو وغير الدستور ومحدش قال له حاجة هذا هو لب الصراع الحقيقة وعلينا أن نفهم من هذا الكلام اللي أنا هنره لك بعد شوية لأنه كان نفس أشوف الفيديو ده لأن عرضته فيه يمكن في سنة 14 علي أن نفهم أنه معركة السيسي مش معنا مش مع لبرالي وإلماني وياساري ولا هي معركة السيسي مع الدين نفسه لأن هؤلاء جاءوا إليه لكي يعمل على مخاومة الدين والزحف الإسلامي داخل مصر هم مش مستنيين لما الإسلام يروح عندهم ولما رأى عندهم طلع لهم السيسي ومحمد بن زايد قال لهم إيه قولته الشهيرة رأبوا المساجد عندكم أحسن ده فيها حاجات وحشة ده يمكن بيشربوا خمرة دي القصة وده اللي بيخلي الإنسان الأربعة اللي حراك شايفهم دول كلهم لما أخذ يعني طبالين واحد بتاع إرهاب واحد مش عارف بتاع إيجيين يحضروا في مصر وبعدين يرجعوا إلى قومهم مبشرين إحنا عندنا رجل كده هيقضي على الإسلام في الجيش هي دي القصة هي دي الحدوتة أنه ما يكونش فيلك هوية لا في الجيش ولا في غيره تصلي هتتسحل أنت أخرك عقيد اطلع بره المال الجيش ده بتاع مين الجيش ده بتاع اليهود بتاع الصهاينا بتاع اللي بيموله هي دي الحدوتة أنا أوريك الفيديو وبعدين نتكلم عقل الأ throw ال opportunity داح هتتح ؟ لدي اه然 اتحل انظر انظر ه 어�مل انظر لهم ها uh اف ا Avengers يمكن أن ترى أنه كان فيزيباً عندما يتحدث عن هذا، كان فيزيباً موضوعاً وشيكاً لا أستطيع أن أسأل ما هي الحقيقة ولكنهم يعرفون أنهم يحتاج الوقت وعندما تعلمون أنهم يحتاج الوقت وعندما تعلم أن الإجابة الإيجابية لذلك يوجد بعض الأشياء فيها وافد اللي جاي من معهد المفروض أنه معهد سياسي هذا الوافد يا سيدة التقب منه بعد فتاح السيسي وببابا الكنيسة وقول لك أنت تقدر تشوف البابا وتأثره يعني متأثر قوي يهي اللي حصل يا بابا؟ ميه اللي موتك يا بابا؟ حد؟ لأ أي موت ديونة؟ ما حدش موت حد والله ما حد موت حد ولا حد جهنا حيتحد أبداً معركة وضحة المعالم اوعى تتغش بالهيسة اللي انت شايفها ديه وإنه بقى فيه جيش هيبقى فيه جيش ايه؟ الراجل الصهيوني ده بيقولك الجيش مش واحدة متنقل فيه قيادات من الإخوان داخل الجيش عمرك دي يعني 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 بالعقل كده سامي عنان من قيادات الجيش الكلب مبارك من قيادات الجيش مش اسم الكلب مبارك برضو عايش ولا ميت تنطور اه وسمع عسكر من قيادات من الإخوان صبحي من قيادات الإخوان بتقولوا ايه؟ لا احنا بنقول ان احنا عنعين ترتيب وتفكيك الجيش المصري حتى لا يكون فيه لا مصلي ولا راكع يبقى فتاح السيسي هو من يقدم للناس الدين والدنيا والصلاح والفلاق هو كل حاجة هو اللي بيعرف كل حاجة دي القصة الأساسية المصريين اللي هم عاشوا على الإسلام حتى المسيحيين اللي عاشوا في كنف الإسلام يدركوا بقلوب واعية ان عمر ما فيه مسلم ازاهم في حاجة الذي ازى وحرخ الكنائس هم زباط الشرطة وارجع لكنيسة القدسين ارجع للكلام ده والكلام ده سمعروف ومعمول ده كتاب الإرهاب بتاع الحكومات العربية الداخلية تحب تولع في الدين تعمل كده والداخلية عمل كده والجيش عمل كده في الجزائر وقتلوا الناس والزباط اعترفوا وجبتلك اعترافاتهم وهيجي يوم من الأيام يقولك احنا اللي كنا بنولع في كده وبنعمل في كده زي ما كانوا بيولعوا بيعملوا زي ما عبد ناصر قالك انا اللي كنت بحرق في كذا وانا بعمل في كذا وعبد ناصر اعترف بده احنا عندنا اسمة كبيرة جدا في تسميت الاشياء باسمها الحقيقية هل ما لدينا الان جيش قادر وفاعل قالك لا الجيش مش قادر وفاعل 13 طب احنا دلوقتي الجيش المصري جيش حقيقي لا مش كلام انا برضه عشان ما تفاهمش ان انا يعني بتعمى اولاد شوية وبتاع افراح وليالي ملاح شوية شوية هنبكة احنا في الهنبكة جبنا اسرائيل لسينا وجبنا محمد دحلان والامارات لسينا ودخلنا اسرائيل عند حفتر او الله العظيم المعلم جاب اسرائيل على الحدود الغربية يبقى هي على الحدود الشمالية الشرقية وهي على الحدود الغربية تعالي ابينه يعني انت لو النهاردة السيسي ده اختفى اسرائيل جوا مصر جوا مصر اطول بعارض يعني فن الجيش اسمع يزيد صايق اللي كتب كتابه الجديد اللي هو بتاع اه 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 من ملاك الجمهورية تفضل يا فندي جماعة ده الجماعة الامريكان مش هو مقاتلة لانه في طيرات عسكرية بتقع اسناء التدريبات روسية ماشي امريكية ماشي كله بيقع ماشي هو مخاطلة لانه طيران عفتاح السيسي لما كان بيقصف في السينة موت ناس مدنيين والطيرات بتاعت عفتاح السيسي موتت الناس في الوحاة الوافد المكسيكي ودي مشكلة تانية ده خطيبة الوافد المكسيكي اللي مات عاملة قضية كبيرة جدا واصلة لكونجرس عاوزة تعودات تعودات كبيرة جدا خروج الجيش من هويته من وطنيته من حرفيته هو ده اللي حاصل الآن تحول جزء من الجيش الى ميليشيا مقاتلة والباقي عبارة عن مقاولين وده الحقيقة اللي بيسبب القلم عندي اذا ما غزى غاز او هدد حدودنا اي مهدد مش اسرائيل اي حد اي كلب غازي من اي ده هنعمل ايه هنخرج بصواني الكحك هنطلع بقفاص الجنبري هنحمل ايه قلولي انا بكلمكم جدا هنعمل ايه كيف سيتعامل جيشنا اللي مهوش احترافية باعتراف الامريكان واللي تم تجريده حتى من العقيدة القتالية الايمانية ما انت فزت في ثلاثة عشرائيل ازاي الحكاية دي والمسألة دي بتسبب صراعات داخل الجيش وهي دي السبب الرئيسي في الكلام على ان فيه عشر محاولات انقلاب او قتل للسيسي زي ما قال محمد الباز او خمسة زي ما قال عمر اديب خد اللي انت تاخده ومن داخل الجيش وعشرات المحاكمات العسكرية تمت ليه لانه هو يريد زبح الناس بحجة او بغير حجة لا ندري ان كانت هذه ايه محاولات اغتيال حقية ولا هي مؤامرات كل شوية صفيلك عشرين تلاتين بحجة انهم بينقلبوا على السيسي وحاولوا اقتلوا ما انا اعرفش انت ولا انا اعرف ما الذي حدث تماما زي ما حدلك ما تعرفش ما قلتش تعرف ان التفريحة دي تفريحة وانها مش هجيب فلوس بقولك ده هجيب فلوس كده اكتشفتنا راح دومياط قالك مشاريع كده اكتشفنا ان هو فانكوش في دومياط مفيش حاجة زي الراجل ده بيقولك الجينيه المصري تاني افضل عملة اداءا في العالم الحمد لله الجينيه ماشي زي الفل تصدق مين تصدق العالم اللي خفض استثماراته المباشرة في مصر ولا تصدق بتاع ده يعني انت تصدق مين تصدق ايه مش فاهم يعني الجينيه المصري بيجيب ايه يقولك بس هو ثابت نحن دولار ايوة ما هو ثابت بس قيمته الشرائية ضعيفة يا ابو جه ثم ان دخل الافراد بينحسر اذا انت تحسبها بالدولار لما تكون الحد القادنى الف ومثين جينيه مش الف ومثين برضو ولا انا غلطان من الف ومثين لالفين احسب دول هطلعوا ميت دولار ميت دولار يعملوا ايه ده احمد موسى بيقعد على اي قهوة بيصرفهم الحالة اللي انت شايفها دي حالة انكار فعلى المستوى الاولاني دخل الجيش في كل حاجة خرجوا من اهم حاجة وهي الدين والعقيدة خلي البلد تبقى سايحة ومائعة ونتكلم عن حقوق المثليين وعن مش عارف حق مين والانتحاري بعادي وكان ده وفشل اقتصاديا واتهم يعمل عدو دايما هو عدو المتدينين وبقى القصة للاجانب وتعالى اتكلم في القصة دي الجينيه لا يقلع عليه حاجة ما شاء الله طب انا اعمل ايه بالكلام ده المواطن لما يحس بالكلام ده هيعمل ايه هيتفف في وش اللي خلي فوق لانك راجل غير محترم لان انت تعرف انه المواطن شعوره مش بالكلام شعوره بقيمة الجينيه في جيبه بيعمل ايه لكن بيبيع الكلام يقول له شفت الابراج شفت الطرق طرق ايه وكباني ايه انا عاوز اعيش عاوز اتعلم يقول له لا تعليم لا صحة لا دي القبيلة اللي بتجدب ليل نهار ليه لانه وراها واحد بيقول لهم مالكوش دعوة انا هسبت لكم الدنيا دي وازبط لكم الدنيا ولو عاوزين اصلاح اصلاح سياسي ولا حاجة بتعالوا بعد 30 سنة 30 سنة بالظلم ان شاء الله ان شاء الله بعد 30 سنة هتلاقوا اصلاح سياسي مين بقى اليو كده اصام شرف اصام شرف ده ببنا لايبشاره بالخير بيقول لك سيحدث حراك سياسي واجتماعي بحلول 2050 وبيشيد بحركة المحافظين اللي هي كلها اللواءات ومن اللواء 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 للواء تاني للواء تالت للواء رابع انا معرفش الناس دي مين اللي ادهى الدكتوراه في الجامعة ومين اللي رفعها في التحرير وقال لك انه ان شاء الله هيكون فيه نظام سياسي واضح للعمل السياسي بناءا عليه والاهم من وجود نظام سياسي ده هيحصل في سنة 2050 اه يعني الفي الخمسين تكون حفيتك كبرة وبقت تقدر تتكلم في السياسي كلام اللي انا قلته لك زمان والاهم نقوله لك انه ما فيش اصلاح سياسي بيقوله عصام شرف دي شهادة في حقنا ان احنا صح ان احنا يقولك ان هذا السيسي لا يمكن ان يخرج من بين زهرانيه اصلاح سياسي ولا سياسة وهو يكره السياسة وساسة وياسوسو وكل ما له علاقة بالسياسة اذا حضرتك متصور ان ده هيديك سياسة وانفتاح تبقى خريف اذا حضرتك متصور ان ده هيمشي بالكلام وتبقى مرضو لما اخزة ما تفهمش اذا حضرتك متصور انه هيحسن لك معاشك وهيزبط لك الدنيا ويصدح لك حيالك تبقى مش فاهم تبقى محتاج تقعد مع نفسك ما الذي يجب ان يحدث السورة والسورة كما قلتو خبل سنتين تلات اربعة كلفتها اقل من الضمار اللي احنا فينا كلفتها اقل بكتير لانه كلفة طالت الدين والملة وطالت الحرومات والكرامة وطالت كل حاجة اللي حبنحصل لدينا ده كتير وكتير قوي ومحدش يقلل من الثورة ولا اعتبرها فوضى الثورة مش فوضى الثورة تغيير جذري حاد مطلوب مطلوب انه فيش مؤامات فكرة المؤامات انتهت فكرة الحلول الوسط انتهت لا شيء يغني عن الثورة الثورة هي الحل لانه مش معقول هيتنه جيش مصر بهذه الصيغة ابارة عن شوية ميليشيات بيدربوا في المواطنين وشوية تجار بيأكلوا عرق المواطنين في القطاع الخاص مش معقولة هيبقى اعلام مصر بالخرابة اللي احنا فيها دي بتمويل اماراتي وافكرني بعد الفاصل قصير ان اقولك على حكاية المليار اللي بلعها عباس كامل بس بعد ما اخد فاصل وارجع لحضرتك اهلا بكم من جديد في ظل الصورة اللي سامها يا زيد صايغ واللي تكلم عنها الامريكان اللي تصاهنين اللي يقوم قبل كده وفي ظل الفشل وفي ظل اللي احنا بنشوفه داخل مساست الجيش واشيل عنان وحجز احمد شفيق وحبس قنصوة وقص مع اسكر واحمد وصفي ومحمود حجازي وصدقي صبحي وما هو قادم انا قلتلك انا قلتلك انه حيكون فيه ضرب جامد قوي وقلتلك انه عباس كامل نمبر وان يعني ده لسه مازال هذا الكلام انا يعني زي بقولك لما بيكون فيه نص معلومة بقولها لك انما يعني بقولك انه عباس موقفه زي ما تم اسقاصة ريش الناس اللي في الجيش بيتم اسقاصة اجنحة عباس كامل انت فاكر احمد شعبان الزابط احمد شعبان اللي مدير مكتب عباس كامل اللي معاه مألف في الاعلام مشي مشي راح اليونان ولا مراحش مش بيتأكد هم قال انه راح القنصلية في اليونان هاو الصفالة بس همش تأكد اول انه راح استلم ولا مستلمش مش عارف بس بقولك كيف دله حصل وانه ممكن عباس يكون لسه متمسك انه ويقعد ياسر سليم نفس القصة احد رجالته اتعكش وتصور ومعدين خارج طب مين يصوره هل مقدرش عباس كامل يحمي الراجل بتاعه دي الصراعات اللي بقولك عليها اللي انت ممكن تقولي يا عم بقى بلاش كلام براحتك بس انا احب اوضح لك الصورة يعني يكون عندي معلوم بقولك نص معلوم ربع معلومة بقولها لك يعني ما هو ياسر سليم واحمد شبان بجالة عباس والواد مشي بس عباس بقى ايه نظامه يا ترى يا عباس اهو سجل حليه يا تاريخ هتلبس البجامة انا عارف ان التغريد في حتة تانية وان العيل على ناس تانية ربما ما قولش لا بس انا بقول كده انا خايف على عباس ليلبس البجامة ليه بقى لانه مناطق النفوذ اللي موجودة عمالة قل من مدير مكتب افتاح السيسي في الرئاسة المطلع على اشياء كثيرة الى رئيس المخابرات اللي بيتشال منه جينا حين اهم كانوا هجينا حين اظن مش كده واحد منهم في الصورة دي ده غير ابو لمونة ابو لمونة في النص ابو لمونة الخواجع او مال فين سويدة احمد اشعبان مش بان في الصورة في خصة هنا مهمة اوي الاهرام كمؤسسة اسندوا ادارتها وتطورها لمؤسسة شركة تانية يعني بسيط يعني صح تسمع المليار تسمع المليون عمالة جدا عباس كامل في الصراع اللي بقولك عليه وقلتلك عليه قبل كده مش هيعدي سليم طبعا سيسي هحافظ عليه الى حين لكن الملف الاعلامي لابد وان يخرج من ايد مين عباس كامل طب هيروح فين هيروح عند الناس اللي كانت بتدير الاعلام ايام مبارك لانه مش هينفع ابدا ندير الاعلام بنفس الطريقة الوحشة ديت احنا يا عم الرئيس عاوزين ندير الاعلام على طريقة مبارك طريقة مبارك فيها شوية نفس شوية وان احنا نقدر للم العيال دي هاتلي فلان ولا فلان نسجل عليها فيديو وطلح وخليه يعمل بطل قوم وبيهاجب في النظام وبيضرب وبيعمل بس لو زودها نطلع على الشريط ده بيفكرك بمين مرتضى منصور يا السلام علي والله الواحد يبطل القعدة دي وتيجوا حضراتكم مكاني والله انت بالزيد بقيت ما شاء الله حاجة يعني لا فعلا فعلا يعني انا مبسوط جدا جيل الصغير ده طالع وان لا مش انت انت مش انت اللي فوق ده انت مخرج عظيم ما حادش يقدر تكلم فيه كده ما تكلم مع الشباب الصغير فحضرتك مرتضى ادوله حتة وقال له اضرب في الاهلي واضرب بشه وانت هتبقى بطل قومي عشان تضد القلطس ومعنين قال لهم ايه حادش يقدر ان يجي لحياتي اللي يجي لحياتي عامل فيه ايه انا عندي شرايت طلعه له ده مؤاخزة المشهد التاريخي هو داخل بمؤخرته في القوضة الضلمة صح شفت انت قال عليا الطلاق ما بتاعتي فانت لقل ايه تعرفوا قال ايه قال ده واحد شابه انت مش عاربت فهم عاوزين يرجعوا المشهد لكل واحد عنده شريط بس يشتغل معانا يعني ما نستغناش عن كلابنا يعني مش معقول نرمي دي كده في الشارع ده برضو بتاعنا ولا خالد صلاح يعني نوعه كله شوية نكشف انه هو كلابه اخزة مش معقول مش كده قال ايه ولا فلان ولا فلان ولا علان احنا نطلع الناس كلها ونحافظ عليهم بلاش طريط المخابرات الغبية دي ان مش عارف اين ام ايه مع ورد لا المخابرات لسه غشيمة شوية الشبكات اللي انت شايفة على الشاشة دي كلها بتتعارك مع بعضها على سبوبة وعلى منصب وعلى ادارة كلهم واقعين تحت واحد من ثلاثة يا ام عباس كامل يا ام الحاج بتاع وزارة الداخلية والاختفاء القصري اللي هنا اسمها الجديد كده تعارف اسمها وزارة الداخلية والاخفاء القصري ده بمناسبة اخفاء القصري الناس كتير منه مخلوها علاقيا يبقى وزارة الداخلية والاخفاء او المخابرات الحربية يبقى عندك داخلية مخابرات عامة وايه مخابرات حربية اخراج عباس من ملف الرئاسة والدوع على المخابرات خد معه شوية الاعلام الجماعة التانيين زعلانين عاوزين نرجع لابانا اللي هو اللي هو في الداخلية اللي هو بقى في دي المسألة بنافس كويس احسن من كده هذا الصراع كان انتك عنده من سنة تقريبا انه دولة مبارك اللي هي الداخلية اللي تدير ما زالت تحوم وتحوم وترغب في العودة واول ملف ليها هيكون ايه الاعلام انه خالد صراح عمر وما كان بتاع مخابرات خالد صراح لمؤاخزة بتاع داخلية وما بيتكيفش اللي في الداخلية ما بينبسطش لمؤاخزة اللي في الداخلية ما بيقعد مع اللوقات ما تفهمش غلط انت عفكرة الدحكة بتاعتك دي لقيمة وفيها شر وحرام عليك الناس دي عارفة حافظ لهم تاريخهم ازاي ازاي خالد صراح ما يكونش موجود دلوقتي وملعلع ازاي كرم جابر ما يكونش موجود وملعلع كده والديه والبيه والنيه لعنى دي عازل ترجع وطلعلع وندي لها ملفات يتكلموا فيها ونديهم حتة كده يتريق على الجنين المصري يعني نديهم فرصة هم مش عارفين يعملوا الاكاية دي لحد دلوقتي عباس كامل تم اسقص طريشو وانا قلت لك عن قيادات الجيش اه ده احمد شعبان اهو مش كده ولا غلطة اهو حامد اهو نفس نفس لابس نفس البلطو صح هم بيوزع عليهم بلاط الظاهر وجرفطات بنفس اهو والله كلهم مع بعضهم كده احمد وياسر سليم طار منه فردتين يعني نتعك علم علوم اهو طارت ولا ما طاروش خلينا نشوف بقى ايه اللي يحصل في الدنيا اللي جاية شو لا شكرا ايه لا لسه لا لسه فيه فيه كمان خبر ولا تنين صغيرين كده عاوز يقولك عليهم عشان يعني انت طبعا عارف انه سامح شكري كان مازال وزير الخارجي طلع من يومين قال ايه الانتفاق التورك الليبي ما بيدوره شو مصالحنا حصل ايه حصل ايه حصل ولا لا علي عبقال طلع قالك لا صراحة يعني الكلام ده مسصح اه بلاده لن تقف مكتوفة الايدي لن تقول ما يهد مصالحها البحرية ولن تقبل اه ولن تقبل اي عبس من اي دولة اجنبية على حدود الغربية مع دول الليبي وكل ما انت راودوا لحظات من الجنون بالعبس او الاقتراب من حدود الجوية والبرية البعالية المصرية هنطلع عين امه هو ناقصه كده بص ومش هتعسمح اه هو الشاشة دي اطلت بس يعني عشان خطر الوقت مش مشكلة تصلح ونصلحش بشانه عاوز اقول لك حاجة عبقال انت راجل يعني مهزق مهزق وعبيت بحرية ايه ودخلية ايه انت ليه كفي الكلام ده وانت ليه كفي يعني انت اللي تؤمر الجيش بيطلع عيب عبقال عيب ده البنود المصرين لسه بيجوا من سينة في 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 توابيت عيب عيب معاني عيب لما تكذب الراجل الكبارة ده اهو عيب يعني انت خلاص افتريت يا عبقال بتتدخل في الكلام ده انت بكرة تتدخل بقى وتتكلم عن الجيش المصري وانت اللي هتوقف تهدد بقى وتقولهم لان يهدد ويعبس بالامن المصر عموما يبدو ان الحلقة خلصت ولا ايه باين عليها ولا الوقت خلص ولا ايه يلا مش مهم بقى كفية كده من عبده صح لان واحد برضو كمان يعني ما يستحملش هذي كمية من ال احنا عاديين مع بعضنا طيب خلص مش هنكمل بها الحلقة عشان المخرج عاوزنا نقعد مع بعضنا انتهت حلقة اللي هلا انا راكم غدا ان شاء الله على خير السلام عليكم اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة